اشتركوا في القناة ومكافحة الإرهاب التي عقدت اليوم أكد سعادة وزير الخارجية على ضرورة محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وضرورة الالتزام بالتعاون دوليا وإقليميا من أجل دحر هذا الخطر دعيا إلى اليقظة والانتباه لمنع الإرهابيين من استغلال فرص الانقسام والغفلة الدولية وأضف أنه لا يمكن معالجة التهديد الإرهابي بفعلية إلا من خلال تعاون دوليا حقيقيا متعدد المستويات لأن الإرهاب لا يحترم الحدود وسيجد دائما أي نقاط ضعف في ردود أفعال الدول وقال إن خطر الإرهاب مثل أمامنا في الشرق الأوسط الذي يواجه على أرض الواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية التي توصل هجماتها بصواريخها الباليستية وطائرياتها المسيرة على المنشآت والبنى التحتية المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أما على النطاق الأوسع فإن إيران ووكالاتها في المنطقة لا تزال تواصل نشرا عدم الأمن والانقسام والعنف في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وبشكل واضح من خلال تزويد التنظيمات الإرهابية بالأسلحة والذخائر والصواعق والمتفجرات التي ضبطناها في مملكة البحرين لدى وكالاء إيران في المنطقة وأضف أن خطر وتهديد تنظيم داعش الإرهابي لم ينحسر بالرغم من أنه خسر الأرض التي سيطر عليها محذرا من ظهور مجموعات إرهابية جديدة أو إعادة ظهورها وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين وفقا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه تنتهج نهجا سياسيا خارجيا قائما على ترسيخ ركائز السلام وحقوق الإنسان وتنمية مستدامة وتسعى لمواجهة التحديات الإقليمية والتعامل معها من خلال التفاهم والتواصل والحوار البناء والعمل مع الشركاء لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطويل لمنطقة الشرق الأوسط وشعوبها وأضف أن توقيع مملكة البحرين على الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية مع الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في عام 2020 يمثل خطوة فعالة سوف تساعد في معالجة الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية مؤكدا أن هذا التطور التاريخي يبرهم بما لا يدعو مجالا للشك على التزامنا بالتعاون بدلا من المواجهة والحوار بدلا من الصراع مشددا على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين وصولا إلى تسوية سياسية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وأضف أن مملكة البحرين حريصة على مضاعفة جهودها لعزل الإرهابيين عن أي شبكات تمويل أو دعم مضيفا أن المملكة اتخذت عددا من الخطوات الملموسة بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومنها تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتمويله برئاسة وزير الداخلية وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين ستظل حريصة على العمل في كل هذه المجالات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين لمشاركة خبراتنا والاستفادة من أحدث الممارسات الدولية